من امبار احتركتك بتعوي جيت اليوم اللي جيتك بعدك بتعوي يعني انت الان جاري شو بتعمل انت يا الجنيني. من امبار احتركتك بتعوي ورجعت عليك بعدك بتعوي. وراح بضلك اتعوي ولا بتهز شعره مننا بالعكس احنا مبسوطين لما نشوف واحد مخبور مخبور من كل حكيك زي الطمانطالس. كل حكيك زي الطمانطالس. احكم حالك شبتك يا كلب يا ساقط. من امبار احتركتك بتعوي. وكل يوم بطلع عليك بتعوي. بتهز الشعره منه. يلا نزلني نزلني خلق. فقط فاضين اشغال واعمال زيك. شابتك بيضغ يا شايب استحى دمك وانزل بكفي. مش لك احد يعبرك. صار ده تخلص ايقام تقلص. شو بتعمل هون? انا انا ساكن في جنين. تخيلوان في الضفة الغربية في جنين. في فلسطين. تحت قنادر اليهود. ايوان بس مرابط العكس مرابط موجود. قبل الشبوعين دخلوا عندك. على ارض مستل. فتصيق طالة من بلادك على بلاد الواوي واوي عشان تشلع اولاد اولاد دينك. لما اليهود يدخلوا عندكم امرأة عندها لابسة حفاظة عندها دورة شهرية. اكبر شنباك. اليهود اشرف منك. اه اه دعم نعم. اصغر ابنية الاسرائيلي. لابسة حفاظة تبع الدورة الشهرية. اول ما بتشوفوها بتروح بتخبو تتخبو تحت السرير يخلق ببيتكم. لا وانا مرة متخباش هاي انا معهم سبعين اتنين وسبعين تامير. عايشين وتامير. عايشين وواكفين على عارضنا. لا لا مش هفتح الكاميرا مش عشانك عشان فيش اشياء ثالي بتضرني. اه اكيد مش راح افتح الكاميرا عشان معطيش مجال لواحد كلب متلك يضرني بحياتي. بس انت. انت بتعرف انه. انت بتعرف انه. انت بتعرف انه الاسلام باك هو يمتد. يا كلب. غصبا عنك. انشارب كل جلاب اللي عندك في فرق. طالما انك. غصبا عنك انشارب كل جلاب اللي عندك في فرق اشكالك. يا صاكت انت وهذا شو صاحبك اللي طلع معك مبيري? العوايب ثاني شو اسمه? اذا غلطت على شخص راح انزلك. طيب مش راح اغلطها لان انا بتعالج كومونا يعني هذي ما صحة. اسمع. اسمع انت بدي احاول حكي معك بشوي تحترام عشان انك انت مغير من اسلوبك. اتكلم باحترام عشان اجي. انت تسمك بس ما اخذ لي شو اسمك? انت اتبه اياد اسمي اياد. شو? مبارح اسبهت لي اياد اياد. انا مبارح لما طلعت معا اياد. شو اسمك تسمك شوية? اياد اياد اياد. اياد 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 اه اياد يات كم عمرك يا ايه? لحظة لحظة لحظة. معني شوية. كم عمرك لا ما راح اسمع. عمري تلاتين سنة. كم? تلاتين سنة تلاتين سنة. تلاتين سنة وهذا اخلاقك? عندك اولاد? لش انت عندك اخلاق ما تكاعد يحكي زي طوانطاش كل حك يا. مش مهم مش مهم. انت عندك اولاد يا يات. يا محمد انت بتسألنا عن الاخلاق قاعد. انت زرمي عمرك ثمانين سنة وبتحكي كائد زي طوانطاش. يا طبعا انا كده اما انا بتكلم بالقرآن شو بنين اجيب له كلام. قرآن كم هو عبارة عن كتاب جنسي شا سوي لكم انا. يعني انا جلت لكم كلام من من جيبي افتح القرآن كله زي طوانطاشة شن سوي. وانا اللي كتبت القرآن اخرب بيتك. وتتعتقد انه انا اللي مألف القرآن. ما انا بطلع لكم القرآن. واقرار لكم ايات واقرار لكم احاديث. اشوفكم ان النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان ينكحها ايشا. وهي عندها عفوا ما كان ينكحها. كان يباشرها. كان يضع قضيبه المقدس بين رجولها. مش 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 انه. انتو دينكم هو دين زي طوانطاشر اخرب بيتك. خجلان من 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 دينك. مش انه اللي كتبت فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما مثنا وثلاثة وربا. مش انه اللي جالس بتسحب جوة كلسين النسوان وبنفق في فروجهن يعني. عرفت كيف? اه على فكرة هذا كان ربك. اللي قال ومريم بالتعمران التي احصنت فرجها. فنفقنا فيه من روحنا. الله. الله رب العالمين جل في علاه. عز وجل. مش انا يا اياد. انا لما اكلمك عن الامور الجنسية انا ما اريد اكلمك عن الامور الجنسية. ولكن دينكم هو دين جنسي. شا سوي لكم? بتموتوا في الاختصاب. بتموتوا في التحرش. عرفت شلون يا اياد? مم. صعب الام. ولكن شكرا لاثبات ما اني ما اقوله لكم. انه حقيقي يعني صراحة يا اياد. مم. لازال متمسكا بقرآنه او باحاديفه او بشخصيات غبية كانوا موجودين في النهاية هما مجموعة من القتل والمجرمين. فما ادري لماذا الناس يعني عليهم ان يعيشوا داخل هذه الصناديق المتخلفة. الناس بشكل عام يعني في البلدان الاخرى تحرروا من هذه المفاهيم. اصبحوا لما يتكلمون عن تاريخهم الاسود يتكلمون عنه كأنه يعني تاريخ مجرد تاريخ. هكذا كنا احنا كنا متوحشين كنا قبليين كنا متخلفين كنا قتلة. ولكن نحن الان نحاول ان نكون اه ناس لدينا قيم انسانية. الا العالم الاسلامي لا زال يعيش وفق القيم المتخلفة الذي كان لديه قبل الف واربعمائة سنة. لا ويفتخر بذلك. ويفتخر بكل اه شخص هو مجرد مجرم وقاتل و اه ويعني حتى عديم الاخلاق يعني ياريت لو يعني انا فقط كانت عنده بعض المفاهيم المتخلفة. لا حتى من الناحية الاخلاقية ساقط. يعني انت مثلا لما تقوم بالدفاع عن رجل مثل خالد بن الوليد وتفتخر به وتعتز به. خالد بن الوليد كان رجل مجرم. يعني لماذا عليك ان تفتخر بهذا. لما تفتخر بشخصية غبية مثل الحسين بن علي. لماذا تفتخر بهذا الشخص الغبي الذي دمر امتكم من لحد هذا اليوم. يعني لماذا انا علي في الفين وثلاثة وعشرين اتي و و والطم على خدي لما حصل لحسين قبل الف واربعمائة سنة. بسبب غبائه بسبب غبائه اللامتناهي. لماذا انا علي ان افتخر بامثال عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان مجرد انسان بلطجي. لماذا علي ان افتخر بامثال ابو بكر الصديق. بينما ابو بكر الصديق كان انسان يعني قاتل مجرم. ما كان يقبل حدا يخرج عن طوعه. قتل نص الجزيرة العربية عشان يحكمها. هذه كلها مفاهيم متخلفة. اه. وطبعا الناس الذين يدافعون عن هذه الشخصيات هم في نهاية المطاف يدافعون عن 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 يعني اللا اخلاقية واللا انسانية التي متجذرة في وجدانهم. مش هكذا يدافعون عن دين. ديني اشهد. ولطبعا ما بيعرفون هذا الشيء. ولكن شافوا ان هذا الدين يوافق هواهم من القتل والاعتداء والاختصاب والسرقة والنهب والتنمر واللعن والسب والاقصاء الاخر. فقالوا يا الله خلينا نتمسك بهذه الادية. فاللي بيصيب بساطة شديدة هو هكذا. في العالم الاسلامي كله هكذا. ثم يخرج لك مجموعة من العلماء النصابين ويقولون له ويشرعنون ذلك. نعم خالد بن الوليد رضي الله عنه. يا عمي خالد بن الوليد كان رجل مجرم. نعم عكريمة بن ابي جاهل رجل مجرم. الامام كان رجلا ماكرا داهية العرب. الصحابي الجليل عمرو بن الحاص. عمرو بن العاص. يعني كان فعله سياسي. لا اخلاق ولا دين ولا اي حاجة. انت تمدح عمرو بن العاص على ماذا? لا والله. علي بن ابي طالب اه اه كرم الله كرم الله وجه شو? لعن الله ولعن الله وجهه. علي بن ابي طالب قتل نص المسلمين بسبب غبائه السياسي. يعني انا انا اتفهم ان واحد يمدح ابو بكر وعمر. ولكن ما 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 اتفهم. سواك من السنة والشيحة. يمدح انسان غبي مثل علي بن ابي طالب. اغبى انسان. اسوأ انسان. اكثر شخص مجرم في التاريخ الاسلامي. علي بن ابي طالب. من حماقته من غبائه قضى على على نصف الصحابة والمسلمين. عمل اكبر مجزرتين في التاريخ الاسلامي. ورغم ذلك لم يحقق ولا هدف واحد من اهدافي. قائد في غاية الغباء. لا هذا لا لا. هذا من العشرة المبشري. من العشرة الاغبياء في الجنة. عندنا احنا عشرة شخصيات غبية كلهم راح يدخلون للجنة. وهذه العشرة الشخصيات هذا واحد منهم علي بن ابي طالب. ولكن علي بن ابي طالب باخذ اللقب يعني هو من التوب تن هذا من من الاوائل في العشرة يعني هذا هو يعني مش هو الرقم اربعة صراحة. هو رقم واحد في الغباء. ثم انا جاء الله يقول له سلام الله على شو? على كتلة الغباء الذي كان لديه? رجل متذبذب غبي جاهل يعني اناني عنصري يعني في غاية الحماقة. لماذا انت تدافع عنه? هذه شخصيته. حتى على فكرة هذه الطريقة الغبي حتى موجود بها ده بعض العلمانيين. تراه يسب الله ويسب الرسول ويسب الصحابة ويسب كذلك. ما يجي عند علي بن ابي طالب يقول لكم. اخي علي ابن ابي طالب رضي الله. شو بيقول لك كرم الله وجهه? ها? الامام علي. الامام بماذا? علي ابن ابي طالب اكثر واحد لا يستحق له قبل امام. ليش? لانه لم 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 يجتمع عليه احد. الاربع الثلاثة الذين كانوا قبله على الاقل في مرحلة من مراحل حياتهم اجتمع الناس حولهم. ابو بكر وعمر وعثمان. بينما علي ابن ابي طالب لم يجتمع له احد. حتى الصحابة ما ما رضوا به. انسان غبي احمق. انا الان في الفين وثلاثة وعشرين جاي ادفع ضريبة هذا الغبي. وهذه عقلية العرون العقرون الوسطى. هم اذا جينا لمن بعدهم فالطامة اكبر. احدث عن ذلك ولا حرج. حتى يأتي لك واحد مثل الذهبي يقول عن 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 يزيد ابن معاوية. يقول ويزيد ممن لا نحن نحبه ولا نسبه. ولما يأتي يتكلم عن الحجاج يقول لك وحجاج ممن نسبه ولا نحبه. رح سبي عمي. في مين ماسك كده. فيجي يقول لك لا والله يا اخي احنا العالم الاسلامي يعني الكفار يتآمرون علينا. من الذي تآمر عليه ابن ابي طالب. من الذي امروا بقتال معاوية. يعني انتم همه متخلفة. متخلفة. من زمن نبيكم لحد الان متخلفين. بس بدكم شماعات. يريدون ان يطفئوا نور الله بافوائهم يا عمي ما حدا بده يطفئوا. من الشامعة. من الشامعة هي. من الشامعة عشان حدا يطفيها. يخرب بيتكم. شو يريدون يطفئون نور الله بافوائهم. اطفى نور الله. ما في حدا عمل معاكم هذا. انتم كنتم ناس متخلفين. عرفتوا كيف? متخلفكم حتى هذول الناس اللي بشرتوهم بالجنة ما استطاعوا ان يتفقوا. اجدخل الكفار واشدخل المسيحيين واشدخل اليهود واشدخل المجوس واشدخل الصهيونية الماسونية الامبريالية البطيخية. اجدخل هذا الكلام كله بكم. انتم مجرد ناس متخلفين. لحد هذا اليوم باقين متخلفين. اتقبلوا. اتقبلوا. انتم راح تأخذون بجدارة لقب المتخلف. ما حدا ينافسكم في ذلك. ابدا. لازم تعرفوا انه لقب التخلق. هذه عندكم لقب تأخذوه بجدارة. في كل مكان تروحوا متخلفين. على المستوى الاخلاقي. على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاجتماعي. على المستوى الانساني. على المستوى الديني. على المستوى الصناعي. على المستوى الفلسفي. على المستوى الطبي. على جامع العلوم الانسانية. على في كافة المستويات. ما ما اخترعتم علم واحد يعني يشاد لكم به. كلكم متخلفين. او الله فرحاني. احنا طلع منا احمد الزويل. احمد الزويل ما طلع من عندكم يا عابين. طلع منا من عند الكفار. اخذ الاخر راح درس عندهم وطلع الشهادة عندهم وقدرس عندهم وقدموا له كل الامكان. فطلع احمد الزويل. انتم من طلعتم? طلعتم طارق السويدان. طلعتم ابن بازو ابن عثيمين. طلعتم عبدالعزيز آل الشيخ. طلعتم الحمارة الاكبر يوسف القرضاوي. من طلعتم انتم? طلعت واحدة احبل مثل عثمان الخميس. لحد الان تفتون ببسبي النساء. يعني ابو اخلاقكم. علماكم لحد الان يفتون ببسبي النساء. ما تركتم امه الا الا وسبيتوها. ابي شو قدمتوا للناس? اللي قدمتوا ببساطة شديدة هو المزيد من اللا اخلاقية. المزيد من اللا انسانية. المزيد من من عدم القدرة على التعايش مع الاخرين. الا لما يجي البساطين العسكرية وتبع الناتو وتبع الامريكان وتبع الغرب وتبع الصينيين وتبع الروس يكون في اغراسكم. يلا تحترمون انفسكم. اول ما تلاقون منفذ تتحولون الى الناس مجرمين. نفس الحمقى الذين كانوا في جيش الصحابة تتحولون له. وين ما راحت السلطة المركزية حاولت انكم تروقوا تقيمون دول الاسلامية. في افغانستان في باكستان في الصومال في اليمن في العراق في سوريا في النيجيريا في السودان في ليبيا في وين ما بيكوه في لبنان في لبنان كان عنده ما كذا شوية بيوت اه يعني مكسرة طلع لك ثلاثمائة واحد ارادوا ان 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 يعلنوا امارة اسلامية. بجي جماعة شو كان اسمه ماذولة جماعة اه فتح الاسلام ولا شو كان اسمه اللي كانوا في نهر البارد. عرفتوا كيف? نفس الكلام في عين الحلوة فيه مخيمات ناس ميتة من الجوع اصلا. عرفتوا كيف? انا باعرف انها مش مخيمات يعني خيم يعني ولكن هي تسمى هكذا مخيمات في لبنان. لما بنولهم هذه المناطق. تحولتم الى جماعات رهابية في عين حلوة وفي عين بطيخ وفي نهر البارد وفي كل هذه لماكن. ما 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 طلع لكم واحد عنده لحية ومسك الاشيكوف وكان يسان عنده اخلاق. شوفوا في غانستان شو عملتوا فيها. كانت من اجمل الدول في في السبعينات والستينات. حولتوها الى مقبرة للانسان. مقبرة للانسان. بكل ما تحمل الكلمة من معنى. متى رح تتنهضون? حتى وانتم جايين لاوروبا. متخلفين. موجودين عشرين سنة وثلاثين سنة. اللغة ما تعلمتوها. لازلتوا متمسكين بيعني تتعالجون تتعالجون بمستشفيات اوروبا. تتعالجون بيعني بامكانيات اوروبا بالادوية التي كلها مبنية على على علوم كفرية. كلها مبنية على علوم التطور وعلم الاحياء وكل هذا الكلام. ثم بعد ذلك تقولون لا هذول الكفار. هذول الكفار يقولون ان الانسان اصده قرد. كذاب. كذاب. انت اصدك مو قرد. انت اصدك ما 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 حصل سحلية. يخرب بيتك. قرد شو انت? انت وين والقرد وين? فتعتقد انه في حد مصدق انك انت قرد? بحياة قرد شفت قرد اهبل مثلك? والله الانسان اصده قرد. اما مين اللي بيعترف فيك انه انت اصدق قرد يعني? انت بالضبط يعني اصدك يدوب يكون جلدة الحنفية. نهايتك يعني اذا اذا رجعنا لوراك. نهايتك رح تكون جلدة الحنفية. مستعير يكون كائن حي بهذه بهذه العقلية مثله. جالس في اوروبا. جالس ياكل من خيراته. جالس ياكل من نعمها. بيسكن في بيوتها. لا والله انا اليوم مش مش سعيد انه انا جالس في السويد. لانه حرقوا كتابي قرآني الكتاب المقدس. طبعا راح يحرقون كتابك المقدس. يخرب بيتك. وكتابك المقدس هذا اني اسخف كتاب على وجه الارض. اكثر كتاب فيه يعني بحياتك شفت كتاب. يعني الناس تتعبد به في الصلوات. وهو وتدعو الى القتل غير هذا الكتاب. وانا اتمنى اتمنى من كل قلبي انه يصدروا قانون في السويد يسمى قانون ازدراء الاديان. توزف الديمقراطية وتوزف حريات التابية. انتوا اول واحد راح يسكرون مساجدكم. والله لازم تتصلون تحت السراير. حتى في البيت ما ما راح يعقلكم تصلوا. لانكم ناس متخلفين. مجرمين. متعنصرين. متنمرين. ولكن عندكم وجه انكم تتكلموا عن عن الازدراء. ولكن انتوا اكثر ناس تزدرون الحياة. تزدرون البشر. ولكن انتم في في الصلاتكم كل يوم تقولون غير المغضوب عليهم ولا الظالين. يخرب بيتكم. عندك وجه انك تتكلم. ولكن انتم اتمرتوا في قرآنكم. قرآنكم الاهبل هذا. يتبر حتى على المعاقين. حتى المعاق مش قادر يسلم منكم. يخرب بيتكم. صوموا منبوكم منعمهم فهم لا يرجعون. ولكن وين اخلاقكم? منين راح يكون اخلاق اذا ما كان في عاقل? الاخلاق هو النتاج العاقل. اذا ما كان في اخلاق ما راح يكون في عاقل. هذه الحقيقة. ثم يجي وقول لك لا يا اخي لا. يا اخي يعني يا اخي سبحان الله. شوف راح نبني مساجد. راح تبني مساجد لمين? ها? راح تبني مساجد. راح نبني مساجد. كل كل مكان حرق وفي القرآن. راح نبني في مساجد. آه رائع جدا. راح ابني مساجد. ومساجدكم شو هو? هي كافيهات يخرب بيتكم. ما احنا كلنا اهل من مساجد اصلا. كافيهات هكذا العجائز والناس والشباب تجي تزدر وبعدين تطلع تعيش حياتها في السويد. كلكم منافقين. الكل يعرف هذا الكلام. كبيركم وصغيركم نساكم ورجالكم منافقين. ما ما بتلتزون باي حاجة من دينكم. لو كان عندكم دين اصلا ما جيتوا لأوروبا. كان كانت الجنة على على بعد شبر من 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 بابكم يعني. كنتوا تطلعوا من البيت. آآ يعني كان عندك هكذا يعني شبر هكذا. كنت فقط تحتاج انك تعمل نطة وتدخل الجنة. ما ما عملت النطة. ما 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 اردت الجنة. لان الجنة ببساطة شديدة ما ما بدي اياك. آآ. فانت شو عملت? قررت انك ما تدخل الجنة تطلع لأوروبا. هذه الحقيقة المرة. آآ. ثم تجي لا الله هذه ارض الله. يا ارض الله شو يخرب بيتك. ارض الله شو. آآ. ارض الله شو اللي ينرفع فوقه عالم المثليين. انت ما تعرف على شو على حكم المثليين عندك. آآ. ما تعرف حكم المثليين عندك. آآ. صاح. ما ما عرفت. لسه ما وصل لك الحكم. الله هذه ارض الله. ارض الله شو? لما جيت للسويد. لما لما كانوا يستقبلوا في دائرة الهجرة. كنت حقير ذليل جالس هكذا. هكذا تبكي. تبكي تقول لا والله يا اخي. انا احنا احنا يعني نريد الحياة. ما عندنا اي شي ما عندنا بيت. ما عندنا سكن. ما عندنا بلادنا تدمرت في حروب. جايين اللي عند الله عندكم. انتوا ارجوكم. جايين اللي عندكم تتغيثونا. والمسؤولة تبكي يا يعيني. الحمقى ذول السويديين يعني قسم بالله. ناس في غاية الجمال. في غاية الاخلاق. في غاية الانسانية. استقبلوكم. فتحوا لهم لكم بيوتكم. اعطوكم الاقامة. اعطوكم الحياة من جديد. ولكن انتم شعوب يعني لم تتعلموا الاخلاق في يوم من الايام. الواحد يخجل انه يشوفكم يعني. يخجل بجد. من كثر ما 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 اظهرتو للناس. قديش انتو ناكري للجميل. قديش ما عندكم اخلاق. بيجي للسويد عنده ثلاث اولاد معاقين. ما كانوا يقدرون يركبوني السيارة في في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي في 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 تونس وفي ليبيا. ها جالس الان كل واحد ما اخذ ما اخذ سيارتين سيارتين من الدولة. ها هو الزوج يشتغلون على هذا المعاق. عرفت كيف? وينصصون بفلوس الناس معاهم. وبيبيبي احتيال. راتب ومشاري يتجاوز المية مية وعشرين الف كرون. ها? ثم يجيوا يقول لك لا والله يا اخي هذول الكفار. ايه والله والله بلادنا احلى. اه. اه بلادك احلى. بلادكم احلى. بلادكم احلى. بلادكم احلى. يلعن ابو الناس الذين اعطوكم الاقامة في هذه البلدان. انتو مش مش اولادكم لان اولادكم ناس مساكين يعني مو مثلكم. ولكن انتو اللي اللي جالسين هكذا تاكلون من خيرات هذا البلد وتبصقون في في اناها. لا 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 توجد اه كلمات تصف قديش انتو قبيحين في على على وجه هذا الارض. في في غاية القبح في غاية يعني النكران الجميل. لو جابوا قطة وكلاب من الشوارع ومن القطة المشردة وكلاب مشردة من شوارع الدول العربية كان راح يكون عندكم عندهم اخلاق عنكم. جالسين في هذه البلدان فتحت لكم مساجد. اعطتكم حرية التعبير. حرية الرأي. حرية التصويت. المشاركة في الانتخابات. فلوسين ما تقفون على رجلكم. ثم يخرج صاحبنا هكذا. لا انا بدفع ضريبة. انا بدفع ضريبة. ضريبة شو يخرب بيتك ها. ضريبة شو اللي بتدفعها. انت لو عشت في هذا البلد ميتين سنة تدفع ضريبة تشتغل تدفع ضريبة. ما بتوفي حق هذا البلد عندك. ولكن هكذا اول. اذا اذا اكرمت اللئيمة مردة. قالها العرب يعني منذ سنوات طويلة صراحة. لذلك انت دائما وابدا ترى ان الناس هذولة يعني تشعر يعني تشوف انه هذولة وين المفروض يعيشوا. افضل حاجة هكذا تعمل لهم مستعمرة كبيرة. تحطهم كلهم جواته. وهكذا. وتخليهم لا تدخل بناتهم. اتخليهم يقتلوا بعض لين ما يخلصوا على بعض. لان هذول الناس يعني ببساطة شديدة ما اجتمعوا في مكان الا وقتلوا بعض. بس شير عنهم الحكومة هو كافي انه ينهيهم. ما تحتاج انك تعمل معاهم اي شي. بس اتركوا ما كذا لحالهم. اتركهم في المساجد. اتركهم في الشوارع. اتركهم وين ما اجتمع هذول المتخلفين. راح يجلسوا يحاربوا بعض حتى يقتلوا بعض. هذا الذي فعلوا في العراق. هذا الذي فعلوا في سوريا. هذا الذي فعلوا في اليمن. هذا الذي فعلوا في فلسطين. هذا الذي فعلوا في ليبيا. هذا الذي فعلوا في الصومان. هذا الذي فعلوا في باكستان. هذا الذي فعلوا في افغانستان. هذا الذي فعلوا في ميجيريا. هذا الذي فعلوا في السودان. اي مكان هكذا بس اتركوا ما يكن شوية لحالهم وشير عنهم السلطة المركزية. شو شو راح يصير فيهم. كلهم يصيروا ببساطة شديدة يصيروا يقتلوا في بعض هذا هو وضعهم هذا هو ببساطة شديدة هذا هو إمكانياتها هذه العقول المتخلفة عقول العصور الوسطى أنا ونأخويا على بن عمي ونأو بن عمي على الغريب ونأو الغريب على الغريب اللي من الحارة الثانية ونأو هو من الحارة الثانية على الحارة الثالثة وهكذا بيخلصوا على بعض 1400 سنة المسلمين عايشين بهذا الطراز بهذا القانون أنا واخويا على بن عمي ونأو بن عمي على الغريب أول ما طبقه طبقه الصحابة جابوا قريش وقاتلوا بهم الناس بينما هم في البداية كانوا يقاتلون قريش ما بيفرق معهم شعوب متخلفة ثم بعد ذلك الأمويين اجلوا طبقوا عليهم نفس الكلام ثم اجلوا العباسين بالضبط في البداية كانوا مع العلويين يقاتلون بني أمية وكلهم على العلم كلهم مبناء عمومة يعني بالإضافة إلى أخوة الدين هذه الكذبة الكبيرة اللي اسمها أخوة الدين اتركوا ما كذا اعمل له ما كذا جزيرة وكل سنة احط فيها عشر ملايين شخص وارجع السنة اللي بعدها راح تلاقي باقي فيهم عشرين شخص طلعهم وحطهم في المصحة العقلية عادي جدا تستطيع أن تعالجهم لأنه منين راح نجيب يعني مشفى ومركز للأمراض النفسية والعصبية لكل هذه الأعداد لكل هذه الملايين من البشر صعبة جدا أنك تلاقي هذا الشي حتى في التيك تو شوف أخلاقهم في التيك تو ما بتلاقي تبحث عن مسلم يكون عنده أخلاق يعني هكذا تحتاج تتمسك الميكروسكوب تدور الكل يأما ماسق قضيبة أو ماسق قضيبة أخوه وقضيبة أبوه عشان يقاتل فيه ويدافع فيه عن القرآن والسنة عادي جدا نمسق قضيبة الكل عنده هيجان جنسي الكل تحسوا أنه مش قادر يعيش بدون ما يستخدم قضيبة ليه لنهار أنت أنا راح أشخ عليك وعلى أهلك وعلى أبوك يا نجس يا كافر والله لو أمسكك إلا لنيتشك كيف راح تنيتش يعني يخربيتك مو أنت واحد مثلي عندك بيول مثلية مش مشكلتك مش معايا مش لك يروح لقي لك واحد ينيتشك وينيتنيتش يعني شا سوي لك أنا يخربيتك أنت والله راح نذبحكم تذبح مين يخربيتك أنت جالس تحت السري تكلمني تخاف أنه الجيران يسمعوك أصلا تذبح مين راح نذبح وراح تشوفون والله لو أمسكك راح أسوي في تسوي فيه إيش ألا أنا هذا أنا جالس هنا يا الله وينك أنت خربيتك يعني في كمية من التخلف ما بده يعني جالس في أومانيا جالس في الدنيمر جالس في النروي جالس في السويد نفس القندرة اللي كان موجود براسه في بلده نفسه هو نفس هذه فردة الحذاء القديمة هو نفسه اللي بدل الدماغ في رأسه مين راح يتعلم هذا تحتاج أنك هكذا تروح تعمله عملية تقل مخ تشيل الجزمة هذه وتحط بداله بداله يعني حاجة اسمها ما أدري إذا سمعتم عنها اسمها مخ مخ تروح تجيب مخ معزة مخ بقرة مش مهم المهم حط جوه حاجة عشان يقدر يفكر يفكر يعني الحيوانات تقدر تفكر فكر يا بني آدم فكر شوية لا أنا ما بدي أفكر لا أنا اللي بيجي عن ديني والله لنعنه واختصبه واختصب بنته وأبوه وزدته وزوجته وحمارة جارته يروح اختصب يا عمي شا سوي له وهو جالس بعد 15-20 سنة في أوروبا بياكل من فلوس بعد 20 سنة في حياة في أوروبا يتعلم شغلة وحدة فقط أنه كيف يدافع عن دينه بسوء أخلاقه وبقضيبة 20 سنة في أوروبا ما تعلم منها إلا أنه كيف يدافع عن الدين بسوء الأخلاق وبالقضيب اتصور المعانات يخرب بيتكم فضحتوا أنفسكم جعتوا من أنفسكم مسخرة مسخرة طيب نأخذ مشاركات الأخوة ألو أيوة عسلامة عسلامة ورحمة الله وسهلا آسفة بصراحة عندي مدة باش حبيت نطلع معك فتكرت أنك كنت حابة يا فنساكي حبيبتي أنتم بحياته ما بننساكم أنتم في العقلي والروحي والقلبي والحياة كل اللي بنعمله عشان نأمل لكم حياة أفضل في المستقبل عايش شكرا ربي خليك في اللول كنت حابة نطلع على خاطر ما كان مش ناس برشا أما أنا تميد شوية دركة 1400 ما شاء الله المهم كنت حابة أسألك سؤال أتناقش معك شوية إلا عندك شوية كالوقت 21 وعشرين هكا بديت نخمى منفكر وبعدت بزاف على الدين لأنه لقيت فيها بزاف حاجات مش مش منطقية بصراحة كيف فكرت أه وسألت ناس وقعت بشوية بشوية نبتدي من السفر سماحني العربي شوية عربيتك جميلة تفضل يا خب جميلة جدا ومفهومة وحلو مرسي بعض بديت من السفر وقعت بشا 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 نتعلم القرآن أما بصراحة ما قدبش عليك كل ما أبعد بزاف على الدين للإسلام والله يحس روحي تاية تاية وحتى مشاكل وفي الحياة وكذا بس بس رجع نصلي وبصراحة بلا استهزاء أنا بتكلم بنية بصراحة بس رجع نصلي وقرأ قرآن والله العظيم نشاهده كذا وكذا وكذا وأدعية بلقي روحي موخي مرتاح نفسيتي مرتاحة من شام حامد لقي روحي أموري تمام فهمت أما كل واحد فينا معروش إذا انتهي كنت مسلم من قبل ودي حاجة تخصك على حسب ما فهمت خرجت من الإسلام من بعض أما حتى أنا بغيت نقول لك كنت كيفك لمدة شح المسنا كذا سنا بصراحة كل ما أبعد على الدين نلقى روحي بصراحة تهير حتى في حاجات ما كنتش كما يقولون بالعالم ما كنتش واثقة منها ما كنتش نأمن مقنعة منها كنتش نأمن بها أما قلعت البخاري ومسلم وروايات هذه لأنه دايما أنا كنت نقول يعني كيفاش يسمو الحديث شي والكتاب بالقرآن تعال رب يسمحون تعال حاجة وحد أخرى ما بقيتش نشوف البخاري ومسلم لخطر ديما تسمح فيه عن كذا عن كذا عن كذا فحاجة مش وخرته على جنب يقعت نقرأ في القرآن أنا بتاع ما نقدبش عليك ما نقرأها عربية نقرأها فخانسي منترجم يعني أما بديت نفهم حاجات بزيف 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 برشا يعني أنتي بغت نسألك زعمة وش هي الحاجة أو الحاجة اللي خلتك ما تقنعش ما عليش خودني على عقل يا أنا عارف بلي أنا عارف بلي أنت حكيت في مضو حدا شحر ممرة وطلع معك ناس أما أنا حاب نسألك بيني وفين لك زعمة سؤال وش الحاجة اللي خلتك قلت خلاص الدين هذا أنا منقتنعش به خلاص ندخرج منه بعد يذبت أنا أعرف نفسي على أني مسلم لا أقول أنه أنا مش مسلم يعني ثم موضوع الإسلام أنا عندي يعني أن الإسلام ليست كتلة واحدة أعتاجي وأقول أنه هذا هو الإسلام وخرجت من بينما الإسلام مجموعة من التفاسير وكذا بعض هذه التفاسير بتكون جميلة بعضها ما بتكون جميلة فيما يتعلق بأنك تصلين أو لا تصلين أنا أعتقد لأنه ليش لأنه الإنسان هو فيه شغلتين في الحياة مهمة عزيزتي سلمة الشغلة الأولى هو أنك ما تضرين حدا يعني ما تؤذين أحد الشغلة الثانية أنك تكون مرتاحة طالما أنك حققت الشغلة الأولى أنه ما تضرين حدا الشغلة الثانية لو لو شو ما كان يعني أنت الآن مثلا لقيت صلاة ودين وكذا حلو هذا أنا أعطيك لايك كل أيام الأسبوع ودائما بقول أنه لابد أن الإنسان يلاقي الشغلات التي يكون مرتاح فيها وطالما أنك لقيت هذه الراحة في الصلاة وفي الدين وفي القرآن هذا شي جميل جدا 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 ولكن الأهم من هذا كله أنه ما تدخلين في حياة الناس أو تجبرين الدين على أحد أو تؤذين حدا يعني هذا هو فقط مهم في الحياة أما فيما يتعلق ب نعم أما فيما يتعلق بأنه أنا ليش عندي هذا الموقف من القرآن ومن الدين ومن كذا أنا يعني ذكرت هذا الكلام أكثر من مرة ولكن لا بأس من التكرار أنا بحثت في القرآن وشفت أنه قال للعلماء الذين قالوا أن هذا القرآن وصل لنا من عند النبي محمد بهذه الطريقة هل هذا الكلام صحيح؟ وأنا لأنني كنت أصلا دارس الشريعة فخرجت وبدأت أبحث في هذا المجال وبقيت ما يقارب ثلاث سنوات وأنا أبحث في موضوع سند القرآن ولقيت أن هذا الكلام أكبر كذبة على وجه الأرض أن هذا القرآن لا يوجد علاقة لا بالنبي محمد ولا بغيره ما عندنا أي دليل يثبت بأن هذا القرآن كتبه شخص اسمه محمد أو كتبه شخص اسمه عمر أو أبو بكر أو عثمان أو علي أو أبو بن مسعود أو أبي بن كعبة أو أمين من كان من هذول للصحابة وإنما هذه كلها أسماء ملاش قيمة حقيقية في التاريخ الإسلامي وإنما هذه أسماء يعني لا تثبت أبدا لا تثبت من ناحية يعني الناحية الأركيولوجية من ناحية الآثار والحفريات والمخطوطات إلى آخر ولا تثبت كذلك من الناحية الذي يتكلم ويتشدق به علماء المسلمين أن القرآن وصل إلينا بالتواتر لم يصلنا لا بالتواتر ولا من يحزن ولذلك لما راح عندي هذه القدسية للقرآن بدأت أنظر إلى الآيات التي موجودة فيها بعقلية أخرى بنظرة مختلفة فبدأت أرى أن هناك أمور كثيرة جدا غير أخلاقية فيها طبعا في بداية الأمر كانت عندي مشكلة كبيرة جدا في معضلة الشر وبعرفت أن موضوع عدالة الإله وقدرته وعلمه المطلق لا يمكن أن تجتمع في نفس الكائن ثم بعد ذلك بدأت أنظر إلى نصوص الشريعة مثل موضوع الزواج مثل موضوع القتال مثل موضوع السب مثل موضوع التنمر مثل موضوع القتل مثل موضوع احتقار الآخر إلى آخره كل هذا الكلام بيّن لي أن هناك إشكاليات كبيرة جدا في النص القرآني وكذلك تبين لي أن هناك إشكاليات كذلك منطقية يعني القرآن مثلا ليس مبني على منطق متماسك مثل ما هو في قصة إبراهيم مثل ما هو في قصة أبو الجهل مثل ما هو في قصة آدم والملائكة مثل ما هو في قصة إبليس ليس هناك ترابط منطقي في السياق وكذلك هناك مخالفات علمية يعني مثل ما هو في موضوع النجوم مثل ما هو موضوع الشمس موضوع خلق السماوات والأرض موضوع الأجنة موضوع تكوين الجنين إلى آخره فبالتالي هناك مجموعة كبيرة من الإشكاليات الموجودة في القرآن صراحة ككتاب يعني عنده إشكاليات أخلاقية إنسانية علمية منطقية ولكن رغم هذا أنا عن نفسي لا أنزعجي إذا رأيت شخص يقرأ القرآن ويرتاح بذلك طالما أنه لا يؤذي أحد هذا هو المهم عزيزتي طب أنا ممكن تواصل معاك في مجال الآخر في اسمه إلا ما نشوف شمانا عنتي بواتساب حاجة كما هكا هيا أكيد لك لا بس أنا راح أعطيكي راح أعمل لك إضافة عزيزتي وممكن نتواصل فيما بعد يعني إن كان هناك ما أقدر أخدمك فيه أوك شكرا شكرا على الجواب صحيح لما محباتي ديري بالك على حالك أهم شكرا أنت كمان بس لو عندي طرف صغير لو سمحت بس قبل لنمشي أعتقد أنه الواحد حتى لو ما كانش مقتنع بحاجة لو تكون من غير سب أحسن يعني يكون ما بس سب ما أذكر أنه بس سب الناس يعني ما بس سب حدا يعني أوك شكرا على مرشان حالي وسألا حبيبتي على سلام ديري بالك الحالي وأنت كمان باي 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 بك لا لا صراحة أنت عندك نقص صراحة جنسية لأنك معوق واضح من أسلوبك يعني واضح صراحة يعني هل النبي محمد كان كمان عندك تقول لنا إنجازاتك عشان هي المحبات كان يعتقد أنه كان بيطف حدث التسع نسوان في الليلة واحدة وبيغسل واحد يخرب بيات القرار نبيكم تعرف شو كان بيعمل إنجازاتك مقابير إنجازاتك لحظة لحظة محمد عدد لي إنجازاتك ما هي إنجازاتك خليني أحدثك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام لما كان يبدو ينام مع نسوان ما أخذ النبي محمد من إنسان مقعد كيف؟ صراحة كيف كيف؟ ما أأخذها منك أأخذها من الشيوخي أظن أنت عاجز أن تقسل مؤخرة 11 مرة في الليلة واحدة بيغسل واحد يعني كان يتحول إلى سردينة المسكين يعني عليه الصلاة والسلام لا أنت لا تقارن بمحمد عليه الصلاة والسلام أنا طبعا ما أقارن بيه أنت إنسان ضعيف مسكي أنا منين عندي قوة أني أنا مع 11 مرة في الليلة واضح 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 يعني تؤول تؤول عليك لا مو أأول مو أأول النبي محمد كان يطوف على 11 مرة في الليلة واحدة أنت مش مشكلتي أنه أنتو ما عندكم معلومات في دينكم أنو خجلانين من فعل نبيكم المخزي عرفت كيف؟ أنا مش ذنبي أنو أنتو لما بتحاولوا تدافعون عن نبيكم لازم تتهجمون على إنسان آخر أنا ما جبت كلام من راسي ولا كلام من جيبي أنا بقول لك اللي موجود في صحيح بخاري واللي موجود في صحيح مسلم واللي موجود عند أصحاب السنان واللي قاله علمائكم اكتب الآن في القوجل إذا أنت صادق اكتب يا أبو خالو اكتب اكتب شوف قول محمد صلى الله عليه وسلم ويعني هل كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ستجد العجب العجاب ستجد أن النبي محمد كان يتحول إلى سردينة في آخر الليل يعني الله يكون بقوة ويكون بيعني ما يعني هو كان عظيم صراحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رجل عظيم من اللي يقدر أنه يطوف على أحداشر وحدة في نفس الليلة ما في حدا كان يعملها صراحة يعني الآن أنت مثلا جيب لي أقوى رجل جنسيا في العالم يقدر كل يوم كل يوم كل يوم ينام أحداشر وحدة حتى اللي عندها حيض ما كان يعتقوه سبحانه يعني صلى الله عليه وسلم يعني حتى اللي كانت عندها حيض هذه المسكينة الطفلة تذكر الطفلة زوجته الصغيرة الكاتكوتة هذه عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين رضوان الله عليها كان حتى هذه ما كان يعتقى وهي عندها حيض يعني فحتى هي كشفته يعني في يوم من الأيام قال يعني كان بيجي يأمرني أن يأتزر تصور نبي بيؤمر طفلة أنها تتزر عشان يمارس معها الجنس لما لما تكون عندها الدورة الشهرية أنت مستوعب كمية القباحة اللي عندكم مستوعب أنت نبيه شو كان بيعمل مش أنا هذا الكلام مش لأنه أنا عندي نوع وقدة نقص ولكن لأنه أنت عندكم قذارة النبي الذي مفروض أنه يكون أطهر البشر يعلمكم على أقدر الأمور هذه البنية اللي كانت عندها الحيض اللي ما تعرف تتوجع بطها تتوجع يعني بتكون عندها الصعوبة تكون عندها الصداع يكون عندها مشاكل في منطقة الراحم كذا لا النبي محمد ما كان يعتقى كل يالا كل يالا رغبنا عنده نسوات ثانية سبحان الله يعني لذلك يا وينك يا محمد لذلك أنت يعني كنت مضطر أنك أنت تتقبل هذا الكلام مو كلامي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحة تكلمت تكلمت اللي عندك اه إذا شخصانت راح أنذلك فتفضت آمم عليك أفري محمد سلام عليكم عليك السلام يا هلا أنا بس عندي سؤال من حضرتك هل حضرتك ضد الإسلام والقرآن وضد الأديان أجمعين سؤال الثاني هل حضرتك ضد العرق العربي وهل حضرتك من أصول غربية أو لا أنا لا ضد القرآن ولا ضد الإسلام ولا ضد العرب ولا ضد أي حاجة نعم أنا أصول آبائي ترجع إلى العربي غيره ولكن أنا حسيت أنه لا ما يهم تحس أنا سألتني أنا جاوبتك عرفت كيف ما يهم أنت ما تحس لما تسألني وأنا أجاوبك عرفت كيف إحساسك وقتها تضبطها على جوابي ما تروح تحس شغلة عندك هلاوس وتجي تقول لا أنت أنا حسيت أنت سألتني سؤال وأنا جاوبتك بكل صراحة وبكل وضوع بدون لفدة وراء فما ينفع تقولي أنا حسيت طيب 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 أنا أنا من هذا كلامك أشوف أي كلام كلامك هذا كل أي وحدة كلامك هذا كل اللي يحكي ضد الغرآن وضد الغرآن وضد الإسلام أحسا هو كلام سياسي بامتياز لا ما ما يهم ما تحس ما يهم لأنك لا 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 كلام سياسي كلام سياسي لحظة 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 اتركوا همجية المساجد شوي عرفت كيف أنتوا ببساطة شديدة عندكم هلاوس من هلاوسكم تجعلون يعني الأوهام بمكانة الحقيقة بمرتبة الحقائق عرفت كيف هذا ليس ذنبي ليس ذنبي أنك أنت ما بتفرق بين الكلام الصريح وبين الأوهام والتخيلات لأن دينكم لحظة حبيبي دينكم كل مبني بهذه الطريقة أنتوا تعتقدون أنه كان في واحد اسمه جبريل نزل عنده ستمائة جناح يجع على على محمد يقول له كل شوه يقول له اقرأ 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 شوه هذا ما بيقرأ ما عرفت أنه ربك ما قال لك أنه هذا الإنسان أمي ما بيعرف يقرأ عرفت كيف فلذلك أنتوا عندكم تصديق لمجموعة من الأمور السخيفة الأمور التافة يخليكم ما تشعر ما حتى تفكيركم ومشاعركم مش منضبطة يا حبيبي لحظة 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 أحواس أنا هنا ما بناقش الأحاسيس الأحاسيس هذا تروح تروح تشوف لك طبيب نفسي يعاجك منها عرفت كيف هنا 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 أنا 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 أناقش ما أقوله وما ألزم به نفسي عرفت كيف وأناقش بالدرجة الأولى التراث الإسلامي فما يحتاج حبيبي طيب ليش ما تتكلم على اليهود والمسيح ليش اتكلم عن المسيحين المسيحين من أجمل الناس والله هذو هناك عندنا هناك عندنا كنيسة ثانية لحظة بتكلم 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 عرفت كيف عندنا أنا ناس مسيحين والله في غاية الجمال والله يا ريت لو كل الناس مسيحين ايه عندك هم مسلمين آآ آآ بحياتي أنا ماشا فت واحد طلع من الكنيسة يروح يفجر نفسه بحياتي ماشا فت كنيسة واحد من الكنيسة يطلع يحرق نصب البلد عشان انه قرآنه نحرق عرفت كيف ما باشوف المسيحين importsكلم با تكلم عرفت كيف ما باشوف المسيحين يعملوا هذا شيء هذا فقط يعملوا المسلمين المتخلفين صراحة طيب شو رايك على فرانس اللي عملته في اا الدول المغرب العربي ياه ها اجرام اجرام هكي دخل المسيحين بها that? فرنسا دولة علمانية. شو رأيك على تدمير آآ 아이طاليا آآ الى ليبيا? ايطاليا لم تدمر ليبيا? اللي دمره ومال اسلاميين? طيب شو رأيك على بريطاليا تدمره؟ مشو رأيك مشو رأيك افهم مشو رأيك. ايطاليا لم تدمر ليبيا. هذول دول مسقيقي لحظة اسكتوا شوية. ليبيا اللي دمرها بني ربعك عرفت كيف ربعك جماعتك المسلمين. عرفت كيف? جماعة مصراتة وجماعة الزنتان وجماعة طرابلس وجماعة بني خارج. جزائر مليون شهيدة. كلهم مسلمين. لحظة لحظة بتكلم. بتكلم لا تقاطع. ها? ليبيا اللي دمرها كلهم مسلمين. كلهم يقولوا الله اكبر. كلهم يحفظون القرآن. وكلهم معهم مشايق وعلماء. وجرائم فرانسيب. لا 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 لا. انت لحظة لحظة لما لما تريد تتكلم شوف روح تكلم هذول الاسلاميين ليش دمروا البلد تبعها? طيب جرائم امريكية في العراق. لا تجي لا تجي لا تجي لا تجي لا تجي تكذب على الناس عرفت كيف وتقول ايطاليا دمرت اه ليبيا. اللي دمر ليبيا والمسلمين عن خلصها. جرائم امريكية في العراق. ما في جرائم امريكا اللي كان جرائم صدام حسين كان اكبر بكثير. وجرائم الاااا اول ما صدام حسين طلعت جرائم الاسلاميين يعني اااا ملأت السماوات والارض. طيب جرائم البرتغال في ايران وغير ايران. ما في جرائم برتغال في ايران. انتهى هذه الحقبة انتهت. انت صادق انت صادق. هذه الحقبة انتهت اوروبا مسحت هذه الحقبة من تاريخها. لانه لانه خمينيكم كان جعل جالس في فرنسا. لما اجا وصار اه امام عليكم. الخميني السياسي مثل حضرتك. لا حميني مو سياسي. الخميني رجل دين. لا الخميني السياسي. مسلم. اسس الجمهورية الاسلامية. لا الخميني السياسي. الخميني لما المرأت دوري. محمد كان سياسي وكان نبي. ابو بكر كان سياسي وكان اعلم هذه الامة. عمر ابن الخطاب كان سياسي لحظة 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 او سياسي وكان ملهم. عثمان ابن حفان كان سياسي والملائكة تخجل منه. علي ابن ابي طالب كان سياسي وقاضي. ما له علاقة سياسي. مخميني بالدرجة الاولى هو رجل دين. اي ولكن. اجدد ولاية الفقه واقام دولة على اسس شيعية متينة. فما تستطيع ان تقول والسياسي. ولكن لما ما سيله الخميني. لذلك لذلك رسائله مع شو كان اسمه هذا بني صدر. هذا حسن بني صدر. اه? لما قال له لما عزله قال انت لا يحق لك عزي. قال بل حق لي حق لي وعزله. وثم صار عند نفس النقاش بينه وبين وبين شو كان اسمه محمد شو كان اسمه السيد علي الخامني. ايام ما كان هو رئيس الرئيس ايران في الثمانينات. اما خميني كان اراضي نناقش خميني في في الولاية. فقال لا انت ولايتك لابد ان تأخذ موافقة من المرشد الاعلى. والمرشد الاعلى لابد ان يوافق على ولايتك. عرفت كم؟ لذلك خميني هو رجل دين بالدرجة الاولى. مبكيفك يا عمي مبكيفك. يا عمي مبكيفك مبكيفك. لا 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 تزور التاريخ. خميني رجل دين. مبكيفك اسمه افهم افهم. احواز. خميني رجل دين. اقام الدولة وفق معايير دينية. ولذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة دينية بانتياز. لما ما سيلوه على الخليج الاسلامي قلهم لا. سمونا خليج العربي. هذا يثبت. لا كان ما يقول اصلا المحكوميني ما كان يقول خليج عربي كان يقول خليج فارسي. الخليج فارسي ما قبل العربي. احواز احواز اتركوكم منها مجيئة المساجد لما بتدخلوا الحوارات. اخي انا قاعدة. انا قاعدة. انا قاعدة. انا قاعدة اشوفك انت رجلس. انا ما فيهم انت شو بتشوف. اسكت شوية. اللي بيصير ببساطة شديدة. ان الخليج اله هذا الخليج جمعا ان يبقى هذا الخليج اللي موجود في ذيل العراق هذا. هذه المنطقة البحر هذه. هذه منطقة هل هي عربية او فارسية? النقاش لم يكن ابدا في يوم من الايام هل هي اسلامية وغير اسلامية? بل هي والاسم هل هو خليج فارس ولا خليج العرب? عرفت كيف? هل هو بحر العرب ولا بحر الفرس? عرفت كيف? لذلك النقاش لم يكن ليس له علاقة بالاسلام. ولكن خميني جمهوريته اطلق عليها الجمهورية الاسلامية. عرفت كيف? الجمهورية الاسلامية الايرانية. فبتالي انتم ما تستطيع انتم تسحب وتقول اهدو السياسي دينكم كله هو السياسة. دينكم كله السياسة. محمد كان يقتل ويقاتل ويضرب ويحكم ويعمل كل شي. ابو بكر يعمل نفس الشي. عمر يعمل نفس الشي. عثمان يعمل نفس الشي. علي يعمل نفس الشي. فما تستطيع انك شو بيسموها? تسحب الدين من السياسة. ليش? ان الدين والسياسة هما لازمة وملزوم يعني في 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 دينكم. اسكندر غالم ولكن يفتخرون بي. شو? ولكن الفرس يفتخرون بكورش. اسكندر المقدوم الظالم. لا 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 مش مهم مش مهم يا عمي مش مهم. هذه هذه النعرة العربية الكذابة. الجمهورية الاسلامية الايرانية جمهورية اسلامية عليكم ان تتقبلوها باسلامكم. اذا اذا انت انت وين عايشة الاحواز. انا بالاحواز. انت بالاحواز. اذا ما عاجبك الجمهورية الاسلامية. عندك الجمهورية الاسلامية السنية على جنبها على طول في افغانستان. لا 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 teachers تعيش مع الطالبان. ولا محتلة ولا شيء هذه اراضيهم من قبل ما انت تكون اصلا موجود في هاي المنطقة. يعني ارجوك. لا 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 حبيبي انت مجونات. ما يوجد عرب فيه في الاحواز اصلا. العرب. 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 العرب لحظة لحظة سمسوية العرب العرب اسكتوا شوية اسكتوا شوية خلي خيرك يتكلف العرب اصولهم من اليمن مثل ما قال ابن خلدون ومثل ما قال ابن حجر ومثل ما قال ابن كثير ومثل ما قال ابن اثير ومثل ما قال الطبري ومثل ما قال غيرهم انتم تاريخكم انكم ترجعون الى اليمن عرفت كيف تريدون تعملون دولة عربية رحوا لليمن اعملوا دولة عربية اما كل هذه الدول الثانية هذا كلها انتم ووصلتوها بسبب الغزو الإسلامي فهمتوا يا مشاهدين فهمتوا الرجل السياسي وحتى يكره الأرض رجل السياسي اسمعوا يا ولاد شكرا لك يا أحواز رسالة عظيمة رجل سياسي صار لنا ساعة نقول لهم من يعموا أنتم ما عندكم أخلاق فهو يجي شوف يقول السلام عليكم والله سيدنا محمد لو كان أحصان يعني ما كان فعل يلي تتكلم عنه يا أخي هاي الروايات كلها كذب وتدليس وإنتي بتعرف أنت خير أبو حمزة تعالي الحضن أخوك تعالي الحضن أخوك ودخل في نادي الخجلانين لا 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 أبدا مخجلانين والله يعمل لك إنما أنا أبو حمزة أبو حمزة أبو حمزة أبو حمزة لكل عمام أوتك في نادي الخجنارين ولا همك لك يا أستاذ محمد أنت خير من يعلم يعني كل هال التدليس هذا هذا والله متدليس متدليس في البخاري المسلم يا حبيب لكله تدليس لعنة الله على البخاري مسلم يا نارس إذا ورد إذا ورد هيك عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام والله يا أستاذ محمد الكلام غير صحيح أنا بستغرب بعض المسلمين بيطلعوا بيدافعوا عنها شيء يعني كلام لا يدخل عقل والله بعد جوبت هذا ربعك قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عقصة ويطلع المسلم يدافعوا عن هذا الشيء الطابر طويل والله كله تدليس احنا بنصفكم هنيك للمستقبل والله مسلميننا أغبياء كمان بيطلعوا بيناقشوا هيك أمور وبيدافعوا عنها ليش برأيكم ما بيدافعوا عنها لا أغبياء هذا هو لهيك هيك تعلموا ما بيشغلوا مخهم يعني أنت ما بتؤمن بالبخاري ومسلم والله لا أؤمن إذا ورد فيها هيك عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام والله ورد فيها أكثر من هيك والله ورد فيها أكثر من هيك والله يعني بشغل عن بخاري ومسلم كل من يؤمن بها الترهات والكذب والله كان يختص بطفل عمرها تسع سنوات والله لعنت الله عليهم إذا تكلموا هيك عن سيدنا سيد البشر يا أخي إنما أنا بشر مثلكم كلام واضح من قرآن يا أخي وشو رأيك أنا ألا تعتقد أنه كان كان يقدر يمارس الجنس مع 11 مرة في نفس الليلة والله لو بيأخذ ظرف كامل من الفياغرة ما بيطلع بييده يا أخي والله ما بيطلع بييده شو هالكلام هذا عيب 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 تعرف أن هذا الكلام يدرس في الأزهر وفي الجامعات الإسلامية وفي كليات الشريعة يا أعيب الشو وفي المساجد هاي هاي طب شو هاي أصبحت تجارة والله تجارة والله ما أنزل على سيدنا محمد يختصر في عشر صفحات مكارم الأخلاق والدين الصحيح فقط بس بينك أبو حمزة أبو حمزة خليني أسألك بس شو رأيك باللي يقول هذا الكلام من المشايخ والعلماء والله ما فيهم زر تمخ يا أستاذ محمد والله زر تمخ ما فيهم شو المشايخ والعلماء هاي والله شي بيخجل كلامك بالأمور الاجتماعية أستاذ محمد والله ترفع له القبعة وكلامه كله صحيح نحن شعوب مغيبة والله الله يعينها الشعوب هاي والعطر على أطفاله الغبي بيورس غبي يعني قصتنا طويلة نحن بس والله ما أعرف شو ليحكي السلام عليكم أحسن شي ليك السلام يا أهلا وسهلا ما شو نحكي يحكي نحكي القرآن ترك لنا كلام نحكيه